اهلا 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 بحضراتكم هكمل لك الكلام اللي كنت لسه بتكلم فيه مع زميلاتي العزيزات حقيقة احتفالية السنة دي من اجمل ومن ابدع ان لم تكن الاجمل والابدع في الاحتفاليات اللي انا على الاقل شفتها يعني لان الاحتفال مليان معلومات مليان يعني ومعلومات معمولة بمنتهى السلاسة ومعمولة بمشاهد اكتر من رائعة ومشاهد تمتزك فيها السنبة بالمسرح يعني بص حالة كانت اكتر من رائعة على المستوى الفني وعلى المستوى الوجداني ويمكن حتى فخامة الرئيس علق قال البطولات دي احنا عايزانها تتجسد وتنتج وتتشاف دراما على شاشات التلفزيون لو كل بطل او كل قصة خد خمس حلقات هتبقى فعلا حلوة حقيقة القول انه كلام الرئيس فعلا 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 مهمة اوي بالنسبة سيبك من جيلي انا والله اكبر مني جيل ولادنا لازم الولاد دول يعرفوا ويتربوا ووجدانهم يتكون بالطريقة دي وهنا تكمن اهمية الدراما بالمناسبة وعلى قد ما انا كنت فرحان بكل التفاصيل فكنت فرحان جدا بالمناسبة بتكريم استاذ تلاحظوا الفقار نجمنا وفناننا العظيم اللي هو بالاساس ضابط شرطة مصرية كنت فرحان فرحة لا توصف ده بجد يعني هرجعك تاني على اللي كان حصل النهار ده شوف فيه كلام كتير جدا مهم والرئيس اتكلم فيه وفيه حاجة انا التقطتها بشكل منفرد كمواطن يعني اي حد فينا على حسب علمه ما شاهدوا وما قرأوا في الاوقات الصعبة الرؤساء الزعماء الامراء الملوك الاخ 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 احيانا تلقيهم وقفين قدام شعوبهم في خطابات جماهيرية او خطابات متلفزة يشرح ويبرر ليه ما عملش كذا يعني مثلا يقول لي والله ده احنا ما قدرناش نعمل كذا 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 في التصنيع بسبب ظروفنا احنا كنا نمر مثلا في بحرب طويلة جدا كالتاريخ الفلان ما قدرناش ننجز الشيء علشان خاطر وجهنا بمش عارف حصار اقتصادي من فين حاجات زي كده حاجات اللي بتحصل في العالم يعني لكن انه رئيس يقف يوضح ويشرح ليه اشتغل كتير وجدة واكتهدة وناضلة علشان يبني دولة دي جديدة يعني اللي معملش هو اللي محتاج يضع المبرر امام الشعب طب حد عمل حاجات كتير جدا يضع المبرر احنا صعب احنا بجد صعب قوي يعني الاول مرة قعد افكر في كده ان انا قاعد اللي هو اي ده رئيس حتى لما قال قال يا جماعة كان اسهل حاجة انه نقف يعني فيه حرب كبيرة على الارهاب في الفترة اللي هي بقى بدأنا من اول تلاتين ستة واستمرنا ويمكن حتى زي من الف خمط الرئيس احنا نقدر نقول ان احنا قضينا على الارهاب بنسبة مية في المية وبعد كده حتى قال مش مية في المية بالزبط لكن احنا يعني تقريبا مية في المية وقال قريب جدا هنحتفل وهناك في العريش الله اكبر الله اكبر في شابل سينة عريش ورفح والشيخز وعي مهم لكن زي ما بقولك انا كان اللافت لنظري وانتباهي جدا انه رئيس بقولك كان ممكن جدا نبقى احنا في وضع بتاع احنا بنحارب الارهاب وبالتالي كل شيء في حياتنا هيقف الى ان تنتهي هذه الحرب وكانت حربا ضروس ليها نتائج ايجابية كتير وليها نتائج اخرى صعبة ثقيلة على النفس الانسانية الا وهو انه فيه عندنا شهدة عندنا مصابين عندنا ولادة يتموا عندنا سيدات ترملت عندنا امهات ثاكلة لكن مصر ما وقفتش على حاجة مع انه المبرر جاهز وموجود جاهز وواقعي وحقيقي وانا شهده يوميا في شوارع المدن تفجيرات عند مدرية امن الده اهلية تفجيرات عند مدرية امن القاهرة اللي هو اكتر من كده ايه؟ ده في قلب العاصمة يعني ما فيهاش هزار بس البلد بنت زي حتى ما الرئيس كان بيتكلم شبكة كهرباء بقى بتصدر كهرباء لبرة مش بس بتنور كهرباء جوه مش بس بتشغل مصانع يعني الرئيس حتى فيه سياق حديثه او فيه مجمله كان بيتكلم على مسألة محاولات انه اضفاء صبغت ان هناك تقصير حدث في مصر هو اللي قد للأوضاع الاقتصادية مع انه الأوضاع الاقتصادية دي أوضاع عالمية ولا احد يستطيع انكرها يعني ده بيكلم طيب ده احنا عملنا كذا وعملنا كذا وعملنا كذا وعملنا كذا مشروعات ضخمة وعملاقة انا قعدت افكر اكتر صحيح هو احنا بجد بقى لما كانتش بس المشروعات دي تعملت علشان تاخد الاقتصاد وتتحرك بيه لقدام يعني واحنا مكناش اشتغلنا كهرباء كنا ازاي هنقول للناس تعالوا استثماروا عندنا يعني يبقى انهوش يجوا استثماروا عندنا فين واحنا معندناش طاقة والكهرباء بتاعة الانارة كانت بتقطع عندنا يوماتي بالخمس وبالست والسبع ساعات نقول للناس تعالوا استثماروا عندنا ويفتحوا مصانع غريبة جدا جدا لا هي مش مس غريبة ده كان يبقى ضرب من ضروب الجنون يعني اتفضلوا يا جماعة احنا معندناش كهرباء ومعندناش غاز ومعندناش حاجة بس نبي تعالوا استثماروا عندنا او تقول للمستثمر الوطني ونبي افتح مصنع افتح مصنع على ايه مثلا يعني او زي ما استشهد الرئيس بقناة السويس الجديدة على سبيل المثال بس انا بقى كان فيه في دماغي حاجة تانية الا وهي انه كل المشروعات دي اشتغل فيها كان بني آدم ملايين بعض الارقام يمكن اللي الواحد قدر يلتقطها خلال الكام سنة اللي فاتوا نتكلم خمسة لسبعة مليون بني آدم اشتغلوا في هذه المشروعات يعني خمسة لسبعة مليون بيت اتفتح بسبب هذه المشروعات حط في دماغك التصور بقى حضرتك سيدي المواطن سيدتي المواطنة طيب لو ما كانش كل ده تعمل السبع مليون بيت دول كان هيبقى مصرهم ايه بيت مش فرد سبع مليون بيت اضرب السبع مليون فاربعة تمانية وعشرين مليون مواطن كان هيبقى مصرهم ايه طيب قولي اللي يخلي رئيس يتحمل عبق ومسئولية تطوير اجتماع لا تطوير ايه تغيير اجتماعي جزري في الريف المصري لتغيير حياة ستين مليون بني آدم ما كانش عامل كده يعني ايه ايه اللي يخليه شيل المسئولية دي على ظهره بالمناسبة ولا واحد فينا مش بقى في الاعلام فمصر طلب ده على الاطلاق لا في 2011 ولا في 2013 ولا ولا حاجة خالص ما حدش طلب ان احنا عايزين مشروع قومي ضخم عملاق مهول لتطوير الريف المصري ما حصلتش ما حدش فينا طلب عايز واحد يطلع يقول لي والله انا طلبت ده في مقال او كتبت بحث مش عارف نشاطه في كتاب عن دار نشر كذا ولا واحد رئيس حلم وقرر انه يحول وده الحلم المشروع وحلم فيه نبل لانه ما اطلبش ما اش في التفكير بتاع حد فهذا الحلم النبيل يبدأ يشتغل الرئيس ورجال الدولة واجهزاته عشان تنفيزه مهما كان هذا الحلم مكلف علشان ده هيغير من حياة تقريبا 60% من المصريين مش بس 60 مليون مواطن ده تقريبا 60% عارف لو 60 مليون مواطن واحنا تعددنا مليار مثلا ربنا هستر هتقول لي النسبة بسيطة يوسف هقولك ده 60 مليون دول يساووا تقريبا 60% عمليا حول 58% من تعداد مصر يعني اكتر من نص مصر بتتغير ليه شيل الحملة والمسئولية دي بمنتهى البص اسأل نفسك السؤال ده ليه ليه وفي حد طلب كده فلما تعد تفكر هتلاقي انه مفيش اي حاجة غير انه رجل يتعامل مع هذا الوطن بمنتهى النبي بمنتهى النبل لو يعني لو احنا عاوزين نقعد نتكلم على يعني قالك مثلا محمد علي اكيد محمد علي باشا محمد علي باني مصر الحديثة هو سمى نفسه كده لكن لو انت بجد بتتكلم على بلد حديث حديث بل هو حديث العالم في صحفه وفي مجلاته وفي قنواته على ما تم انجازه اقتصاديا وعمرانيا ما بينقصين ثقيلين وحط تحتهم مليون خط هو اللي حكم البلدي من 2014 حديثة ايه اللي كانت قبل كده يا جماعة ده احنا كنا لما ربنا حد فينا يسعده الحظ ويروح يزور له بلد يشوف فيها بورجين ازاز طوال يرجع مبهور لكن انت برضو ابن الاعتياد انت عينك بقت واخدة على انه التغيير بقى سريع مسألة انه يبقى فيه مباني حديثة على احدث الطرز المعمارية الجديدة شديدة الحداثة سوبر ألترا مودرن كده زي ما يقولوا فخلاص ده بقى موجود موجود جاي موجود في العالمين وموجود في العاصمة وموجود مش عقل انك تلاقي الطرق بقت خمس وسبح حراط ده بقى الطبيعي بتاعك الطبيعي يعني ما بقاش بيلفط نظرك ونسيت ان انت كنت بتمشي على طرق سريعة ما بين المحافظات عبارة عن حرطين فلما بقت خمسة وسبعة انت بقيت شايف ده عادي وايه يعني يا سيدي وايه يعني ألف مرة بس خليك فاكر انه ده تعمل فقط فقط في تمن سنين احنا ماكملناش لسه التسعة التسعة ده احنا هيدوب بنبدأها مش بس طرق طيب والمواني اللي في مصر اللي تقلبت رأسا على عقب علشان تبقى زيها زي المواني اللي موجودة في أوروبا في انجلترا وفي هولندا فتيجي تقول لي محمد علي باشا هو باني مصر الحديثة عشان عمل الاناطر قال لك فأرسل البعثات بقى بعثات ايه بحكش عن نفسك بس يعني عشان بوضو ده جزء من لخبطة التاريخ ولا بقى أرسل بعثات للنخبة لحبيبه لأصدقائه للعيلة وعيلة العيلة يعني سيبك برضو مش بصدد الحديث عن محمد علي خالص هرجعك تاني على انت بتتكلم على حداثة حداثة انت تتحول الى مركز اقتصادي في قطاع اقتصادي هام زي ما انت مركز اقتصادي لتصدير الطاقة لمين لسقف العالم لأوروبا سقف العالم اقتصاديا سقف العالم اجتماعيا سقف العالم تعليميا سقف العالم ثقافيا فانت بقيت مركز تصدير الطاقة لسقف العالم كده تبقى دولة حديثة تسدق بالله اعتيادك على الشوارع الوسعة والمباني اللي عليها الايمة والخدمات الشياكة اللي بتتقدم في مختلف المؤسسات والقطاعات ده معنى ان انت في دولة حديثة حتى اعتيادك على ده وانك اصبحت ده شيء مش لفت لنظرك مش هقولك انها نقيصة هقولك لا ده ده جيد سيادتك اتعوت بالبلد كده عن نظافة الحمد لله وشكر الله اتعودنا ان احنا نخش مركز من المركز اللي بتقدم الخدمات بتاعت الاحوال المدنية ولا عايز تطلع ورقة ولا عايز مش عارف انك انت بتخش مكان حلو وشيك وعليه الايمة والدنيا دفع في الشتاء والدنيا اخر جمال في الصيف وناس قاعدة مبتسمة قدامك ولا ده انا مش عارف اصحب الرقم دقتين وتروح واقف على الشباك او لو انت سريع هتدوس على الزرار بتاع مكنة كده فندنج ماشين تطلع منها شهدت الميلاد وتاخد بعضك وتروح ده في السريع البني انك انت تبقى قاعد في بيتكو وتتكلم في التليفون عشان تجيلك عربية تحت البيت علشان تعمل معاينة وتطلع التقرير الهندسي وتجدد الرخصة وتحط الملسق الالكتروني وانت باشا باشا انك تعتد انك تعتد ده شيء عظيم ورائع دي اسمها بناء دولة حديثة ده بناء دولة حديثة لما العالم يتكلم عنك زي فتشة على سبيل مثال لما تيجي تتكلم عنك وعلى مستقبلك السياحي بانك قادر على جاذب او ادخال تقريبا حوالي 52 مليون ساعة انت هنا بتتكلم على التعامل مع الاقتصاد بحداث مركز لغزير الطاقة حداث انك تعمل مجمعات صناية حداث انك انت تطور من بنيتك الزراعية وتزرع مساحة زراعية تقريبا اكتر من تلت مساحتك الزراعية تاريخيا هي دي الحداثة الحقيقية هو ده التطور الحقيقي فتخيل يا مؤمن ان انت عندك رئيس بيبررلك هو بيشتغل ليه جديدة والله العظيم ربنا يا ايدي سيادتك الصحة ويصبرك والله بجد خلونا نروح لمقطع صوتي من حديث فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي مرج الصحة ويصبرك الاتنين فخامة الرئيس والمواطن المصري يصبرك على نفسك وعلى وضع اقتصادي انت مش مسؤول عنه وخليك فكر كده كويس وصبر رئيس علينا الرئيس كان بيتكلم على انه يوم 25 يناير يناير رمز مش بس العيد الشرطة لكن كمان هو تكريم لبطولات رجالتها وتضحيتهم وانه عنوان لروح التحدي لدى الشعب اللي خرج منه ابطال الشرطة يقف في وجه المحتل انجلترا انا زاك وقال في كلمته في احتفالنا النهاردة بالعيد رقم 71 للشرطة المصرية قدرة المصر على تحدي المستحيل بذاته اقول لك نسمع المقتطف الصوتي ونرجع نكمل الكلام ان القدر شاء ان يكون هذا اليوم رمزا ليس فقط لعيد الشرطة وتكريما لبطولات رجالها وتضحيتهم وانما عنوانا لروح التحدي لدى الشعب المصري الذي خرج منه ابطال الشرطة ليقفوا في وجه المحتل الغاصب يوم الخامس والعشرين من يناير مولنين بالافعال وليس بالاقوال ان الموت من اجل الوطن اهوا من قبول الهزيمة والاستسلام لها شاء القدر ان يظل هذا اليوم المجيد من تاريخ مصر عنوانا على قدرة المصرية على تحدي المستحيل ذاته والوقوف امام المحن والشدائد كما الجبال لا تؤثر فيها الرياح واستمرت هذه الروح العظيمة تسري في وجدان شعبنا حتى اليوم تزويدنا بمدد لا ينقطع من القوة والصمود ليعيننا على تحديات الظهر وتقلباته شوف كلام الرئيس ده الشديد الاهمية لانه هي مسألة فعلا كده ان هذه القصص وهذه الملاحم هي اللي بتزود روحك فعلا بالصمود يعني وبالمناسبة مش بس البطولات اللي اتعاملت في الإسماعيلية واحد وخمسين اتنين وخمسين والبطولات اللي فضلت تتكرر طول الوقت والام تنتهي يعني حتى النهاردة احنا واحنا قاعدين قاعدنا نشوف كمان عرض سريع لقصص وملاحم بطولية لشهدائنا يا جماعة ده لحد الشهر اللي فات لحد الشهر اللي فات طول الوقت يعني انا حتى لفت نظري انه كان في امين شرطة ستشهد في ديسمبر وهو بينقذ ناس من حريق في منزل نحتسب وعند ربنا سبحانه وتعالى شهيد بالقطع لكن اللي انا عايز اقولك انه طول الوقت طول الوقت مصر بتقدم شهد في اوقات الحروب تقدم وعندما يحدث امر ما هو اللي بينقذ فعلا الناس وقت حاجة زي حريق ما او انه يروح يا هاجم وبقرة اجرامية ناس بتاعة مخدرات ولا مش عارف بيتجروا في السلاح ويتعرض لاطلاق نار فيستشهد ده طول الوقت التضحية ما وقفتش ما وقفتش طول الوقت موجودة طول الوقت مستمرة مهم قوي 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 انه يكون طول الوقت كمان في عين ترى واذن تسمع ففعلا احنا محتاجين انتاج درامي يعلم ولادنا كده محتاجين انتاج درامي فعلا يعلم ولادنا كده يبني وجدانهم ويبني روحهم ويسقل ويجلي حماسهم الموجود عندهم بشكل فطري خلوني استأذنكم نروح لفاصل ونرجع نكمل الكلام والكلام بالمناسبة لن ينقطع عن احتفالية اليوم اللي هرجع اقول لك واحدة من الاجمل والابدع والاكثر تأثيرا حقيقي يعني انا ادعوكم انكم اتراجعوها مرة واثنين وثلاثة حتى على يوتيوب لانه هتستفيد وفرجوا لادك الارهاب الحمد لله احنا نجحنا بنسبة كبيرة جدا ان احنا نخلصوا وفي احتفالية احنا هنعملها مش هنا في مصر هنعملها في العريش ورفع والشوف زوايد فدولة الرئيس لما راح هناك كان اول مرة التيارة تنزل من سبع سنين اولا ثمان سنين التيارة بالوزراء وبدولة الرئيس مش كده اول مرة ننزل التيارة في العريش في مطار العريش بعد ثمان سنين مش قادرين نعمل ده طب انا هروح نعمل الاحتفالية دي والعريش زي ما هي ورفع زي ما هي لا لازم نأكد قدرة الدولة المصرية على ان هي مفيش ارض فيك يا مصر حد يقدر ابدا بفضل الله سبحانه وتعالى ياخدها مننا او يسيطر عليها محدش يقدر هو فعلا محدش يقدر طول ما فيها رجالة بالشكل ده حقيقي يعني طيب حضراتكم سمعتوا كلمة او مقتطف من كلمة فخمة الرئيس النهاردة في احتفالية عيد الشرطة بالعيد واحد وسبعين للشرطة المصرية وطبعا كل سقف لانه الرئيس بيقول انه قريب جدا هنحتفل في العريش سكتة وبعضين ورفع والشيخ زويت فكله انبهر حقيقي يعني مجاش على بالنا انه في وقت من الوقات هيبقى في احتفالية كبيرة با يعني مش عفق اسميها ايه نسميها التحرير التاني لسينة ولا نسميها ايه بعد ما كان هذا الجزء الغالي جدا في شمال سينة تحديدا للأسف بتعبث بيه او بيعبث بيه الارعاب انه يتحرر من هذه اليد الغاشمة الظالمة السوداء وانه يعد بناءه لا مش يعد بناءه انه يبقى اجمل بكتير مما سبق بكتير احلى اقوى اقوى على كل الاصعيدة اقوى اقتصاديا اقوى اجتماعيا اقمن يعني طول الوقت فعلا افضل بكتير وانه كمان هنروح ونحتفل مش عفل ليه حاسس حاسس انه ده ممكن يبقى على 25 وعشرين ابريل كده مع احتفالات عيد سينة يا سلام تبقى اشارة والله مجرد احساس والله العظيم حاسس انت عارف بتلاقي حد قالك ابدا يعني كلنا زي ما تقل كده احنا عاديين سمعنا فوجئناك بكلام الريس وكانت المفاجأة السرة فهيبقى جميل جدا لو انه هيبقى الاحتفال يعني فعلا يوم 25 لو انزبطت كده يا سلام بس و 25 ده هيبقى في العيد الزغير صح؟ اعتقد ذلك حفل اليوم؟ لا مش حفل تعليقا على عيد اليوم بالمناسبة هذه الاحتفالية الكبرى والعظيمة معانا على التليفون صديقي العزيز اخويا بصراحة الكاتب الصحفي المحترم استاذ احمد الخطيم رئيس تحرير الوطن اهلا 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 استاذ يوسف مساء الخير وكل سمعه طيب ازاك او استاذ احمد بشكرك على المقدمة الجميلة انا بشرف ان انا صديقك انا شرف عظيم بليه وانت اخويا كمان بالمناسبة واح والله انت اعلم يعني حبيب يا محبيب ربنا خليك يا رب احمد اولا كمجرة العادة عنوان الوطن هو واحد من اجمل واروع وابدع العنوين وده حقيقي يعني وخليني هنا هسألك انا يمكن في مقدمة الحلقة كان لفت لنظري جدا كنت مقول انها لفت نظري النهاردة انه اول مرة اسمع او اقرأ او اشوف او اشهد رئيس يبرر امام شعبه لماذا عمل بجد وكد واكتهاد وصبر وصل الى نضال علشان خطر هزا الوطن احنا كنا نسمع او نقرأ انه الرؤساء والزعماء يبرروا لشعوبهم ليه ما اشتغلوش وده كان بالنسبالي غريب جدا ايه الاكتر حاجة لفتت نظر الكاتب وما بين قسيم بقى هنا ورئيس التحرير احمد الخطيب تحياتي لك رسيد يوسف اولا رسادة مشاهدين انا في تقديري ان مشاعر الاحساس اللي بتحدث بها الرئيس بصدق في مثل هذه المناسبات تخلي بالك يا صد يوسف الاحداث او الاحتفالات اللي بيكون فيها حواليها تطحية دايما بتمث الرئيس عبد الفتاح السلطة صحيح بتجد الاحساس فيها عالي والمصدقية طبعا موجودة طول الوقت وده طبعا يعني ده معروف عن الرئيس عبد الفتاح السلطة طول الوقت منذ ان تولى سلطة السلطة لكن هو بيقف كثيرا عندما تعرض عليه تضحيات الشرطة المصرية من المؤسسات الكبرى مع القوات المسلحة اللي هي ضحة ودفعت تمن كبير جدا من اجل ان يستقر هذا البلد اقرارا يعني يحسده عليه الجميع وانا اعني معاني الكلمة صح المصر تقع في اقليم مضطرب الغاية لا يكف على الاضطراب منذ 15 عام الشرق الاوسط يا صيد يوسف منذ احداث 2001 تفجير البرجين ولا يكف على الاضطراب بدأت شعلة الاضطراب الامني والسياسي والاجتماعي بلغ على حد الفوضى منذ 2000 منذ 23 سنة صح يعني دايما نقول انا بقول كتر خير الاجهزة الامنية اللي موجودة في هذا الاقليم منذ انفجر التنظيم القاعدة البرجين في الولايات المتحدة الامريكية اي والقوات الامنية الاجهزة الامنية والجيوش في المنطقة الشخص الاوسط في حالة اضطراب شديدة بلغت زروتها في 2011 و2012 عندما اندلعت الثورات في البلدان بعض البلدان العربية اي واتت على الانظمة ودخلت بعض البلدان في فوضى لم تعود منها حتى الان جرى ما جرى على القاهية على مصر الا ان مصر نجحت وده كان عنوان كبير للنهاردة في الاحتفال بعيد الشرطة انه انه مصر المؤسسات الدولة نجحت في ان تقف على قدمين ثابتتين في اكثر اقليم اضطرابا في العالم ده بالضرورة يشاور على طول على دور المؤسسات الامنية لان هي المعنية بالدرجة الاولى في مواجهة الفوضى سواء كانت قوات مسلحة او شرطة او او جهات مؤسسات معاونة مثل القضاء مثل الاعلام او مشابه لكن المواجهة السلاح هي اعلى في المواجهات ودفعت فيها الدولة المصرية ثمنا كبيرا هي محل تقدير وسناء عظيم من الدولة المصرية في شخص الرئيس عبد فتح سيسي دائما ما يتحدث عن ذلك ولذلك تجد حديثه كل شجون عندما يتذكر اهل الشهداء وهو الرئيس الوحيد حتى اليوم لو خدت بالك يا سيد يوسف يجي عيد من الاعياد ما بيروحش الصبح يعيد مع اولاده يروح يجيب اولاد الشهداء ويعيد معه بيقول للشهداء وزويهم الدولة لن تنساكم لن تنساكم وانتم في كبوركم ولن تنسا زويكم اللي هم فلذات اكبادكم اليوم النهاردة عندما نتحدث في عيد الشرطة نتحدث عن ضحية كبيرة ضحية كبيرة للشرطة المصرية قامت بها وتقوم ولا زالت تقوم بها لان مواجهة الارهاب المباشرة يا سيد يوسف لم تنتهي بعد يعني لم ننتصر بعد على الارهاب الارهاب عملية شاقة طويلة يعني لك ان تعلم ان الولايات المتحدة الامريكية اكبر قوة عسكرية واقتصادية في العالم منذ ان دخلت في حرب مباشرة على الارهاب حتى اليوم لم تنتهي منها هم عملوا ايه في افغانستان ولا حاجة ولا حاجة فروا هاربين في النهاية بالضبط البلزانة التي يعني حاولوا ان هم سيطروا عليها وحاولوا انتشر فيها التنظامات الجهادية والزلوات القاعدة والشبه لم ينجح فيها لكن انت انت في مصر نجحت نجح كبير في القضاء على الارهاب في سيناء مثلا ودي كانت اشارة من رئيس عفتاح سيسي عندما تحدث وقال انه احنا الان مسيطرين سيطرة كاملة ولا يوجد مكان في مصر لا توجد للدولة سيطرة عليه او يوجد حتى مجرد انزاع عليه وحتى اشار الى وقعة الطاهرة الشهيرة وده اعترف منه ده اعترف دولة بتعترف بتقول احنا كان عندنا مشكلة لكن انا بقول دلوقتي ان عندي ما عنديش مشكلة انا حليت لانه لانه بضرورة الزمن بطبع الزمن مصر نجحت ان هي تقف على قدمين السابتتين وسبق لي وتحدث اليوم النهاردة واشار الرئيس الى انه هو بيحارب في الارهاب برضو عنده حرب التنمية بيبني بيبني ودي اشارة على فكرة هو اشار اليها سيد الرئيس عبدالقيدا واشار اليها النهاردة انه كان يستطيع بالمناظة حفظ قبل كده سيد يوسف قبل كده كان الرئيس مبارك لما دخل في معركة في التسعينيات مع الارهاب بعد مقتل الرئيس الشهيد سادات ودخلت الجامعات الاسلامية في حرب بشرة كبيرة مع الدولة المصرية في عهد الرئيس وبرك توقفت التنمية بالمناسبة كل حدا وقفت توقفت وكل الامور جرت لصالح محاربة الارهاب وطبعا مضبوط صحيح الفارق بين هذه المعركة وان كانت هي الاشرة والاكبر في تاريخ مصر مع الارهاب في عهد الرئيس اتحسيس الا انه كان في الفعل يد ان تحارب الارهاب ويد ان تبني وكان هي قدر يستطيع ان يقول كدولة انا عندي مشاكل مع الارهاب عن تنظيم عريف قوي مدعوم مفاعل مركز مع سلاح مع جنود مع متفجرات مع عناصر مع فلوس دول بتدعمه اقليمية كبرى كان ممكن يقول ان هذا وقت حرب على الارهاب وقت الاستقرار لكن هذا لم يفعل ودي عظمة هذه الحقبة وعظمة هذا الرئيس ان يحارب بيد ويبني بيد اخر يد تحمل السلاح ويد تبني المثل السياسي الشهير الكبير انا واقف عند حاجات كثير جدا لكن انا دايما بقف عند فعلا بطولات في يوم هذا اليوم العظيم انك تخف عند بطولات الشرطة وهي بطولات كبيرة ولم تنتيب المناسبة صح عندك اجهزة المعلومات بتضارد الارهاب في كل مكان في مصر وفي الاقليم كله اجهزة المعلومات ده جهد لا يرأى الكثير لا يرأى احد وكويس وكويس ان انت قلت الجملة بقى في اخرها وفي المنطقة باكملها الاجهزة المصرية شغلة في المنطقة باكملها تمشطها وتخلصها من الارهاب مؤمنة بزه مصر مؤمنة بحربة الارهاب ايمان كبير ولانه يعني مصر يا سيد يوسف كما هي رائدة في الفنون وفي الثقافة وفي الرياضة في المنطقة وهي دولة تأثير عظيمة ايه برضو حتى يعني حتى في العواصر الارهابية برضو هي برضو عنها ريادة يعني تنظيم الارهاب ده اه طبعا دايما نقول كده ايه دايما نقول كده احنا شطار في كل حاجة اه طبعا حتى في فلسفة الارهاب انت عندك امو كالسوم وعندك ايمان الظاهر يعني 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 لا وابو حامزة المصري يعني يالله مش عايزين نذكر هذه الاسمع لنا اه طبعا قتل يعني الدولة الكبرى التي اثرت في منطقة بحنونها بصغفتها بأداء ولادها وابنائها من منذ فجر التاريخ حتى اليوم حتى اليوم يا يوسف مصر ذات تأثير ضخم وكبير حتى اليوم هي قادرة على ان هي تستطيع ان تقف بالفعل انك تخوض المنطقة طول وقت منطقة تأثير دولة تأثير خلقت مصر كده دولة تأثير خليني هاسألك سؤال كمان يعني هل لو ما كانتش مصر قامت باللي قامت بيه في تلاتين ستة استمرارا حتى كلمة رئيس الجمهورية هو بيقول النهاردة اقدر اقولك سينة خالية من الارهاب مية في المية كان ممكن المنطقة بتاعتنا المنطقة العربية من زي ما يتقال بالجملة الشهيرة من المحيط وحتى الخليج واقصى الحدود العراقية كان ممكن تشهد شكل من اشكال الاستقرار اللي بتنعم بيه الشعوب العربية الان يعني لو كنا لقدر الله مش هقولك بقى وقعنا لا لو ما كناش خضنا هادي الحرب بمنتهى البسالة ولو ما كناش خططنا لها بالمظبوط كان ممكن تبقى الشعوب مستقرة كيفما هي مستقرة الان انت عندما مصر ضعفت في الفترات الاولى من الفوضى الكبيرة شوف الدول الاقلامية الكبرى اللي حابت تسيطر على المنطقة شوف هي فين دلوقتي لما قويت مصر ووقفت على قدمين السابقين لا تجد قوة في المنطقة العربية سوى القوة التقليدية القوة الكبيرة في المنطقة وعادت المنطقة تحت سيطرت الدول العربية الدول الكبرى عندك المملكة العربية في السعودية في الخليج ومصر في قلب المنطقة العربية الدول الكبرى الدول الاقليمية التي كانت سوى القوة تسيطر على المنطقة في وقت الضعف كله ذهب ادراك الرياح عندما وقفت القاهرة ونجح الثورة 30 يونيو حتى ان نجاح الثورة 30 يونيو اغرى بعض البلاد الاخرى وانقلبت على الجماعات الدينية التي حكمت وسيطرت في وقت ووقت ضعف وبمساعدة مصر وبمساعدة مصر وبمساعدة اجهزة مصر اجهزة مصر المعلوماتية اللي هي خالصة مخلصة تريد ان تخلص هذه المنطقة من شرور هذه الجماعات الدرهابية بالفعل بالفعل يعني مصر يا أستاذ يوسف واجهزتها يعني تريد الخير لكل المنطقة يعني يعني انا مش هقول جمايل مصر على الكل لحد اللحظة انا هقول واجب مصر هقول دور مصر مستمر حتى هذه اللحظة وسيظل بالمنذة دور تاريخي أصل دور تاريخي بالمنذة في كل الفنون من بدءا من المعارك على الإرهاب وتخلص المنطقة بالإرهاب حتى كل الفنون التأثير كل الفنون والأداب مصر دولة التقل ضخمة كبيرة يعني لا وهي مقبلة أيضا يعني لا تزال قديمة ومقبلة وتأثيرها بيكبر أنت لما تحركت مصر يا سيد يوسف ونجحت في الحرب على الإرهاب انظر إلى فين الأدوار اللي كانت بتورادي المنطقة عن الدول أن تعبس بيها أين هي هذه الدول لا توجد لأن مصر وقفت على قدمين وستطاعت أن تزود عن المنطقة بالكامل يكفي أن الكبير وقف وقال لا أنت مصر تحاصر كل الملفات الإرهابية في كل المنطقة وتساعد جيرانها وشقها وإخوتها مساعدة الأخ للأخ من أجل أن أنتقف الشعوب بالمنطقة على قدمين السببتين وأن يعمل استقرار منطقة لأنه لا استقرار منطقة في وجود الإرهاب دي قاعدة مصرية كبيرة مؤمنة بيها القاهرة منذ زمن كبير يعني صحيح دورنا دورنا أنا أشكرك جدا 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 على وقتك معنا في المكالمة الطويلة حبتين دي وأنا عارف أنك بتبقى يعني بايت تقريبا في الجورنال كل الشكر للصديق والزميل والأخ العزيز الكاتب الصحفي أحمد الخطيب رئيس تحرير الوطن خدها مني كلمة وحطها في دماغك واحتفظ بيها في قلبك وتذوقها بروحك لولا لمصر عملته في 13 و14 باستمراريتها حتى اللحظة والله ما كان يبقى فاضل حجارين على بعض في المنطقة العربية بالكامل لكان الإخوان ومشتقتهم أتوا على الأخضر واليابس وما بقوا على حاجة وبالمناسبة ده وجبنا وده دورنا عارف بتاقي بتاعت أنا بابا أنا بابا وانا ماما وانا الحضارة وانا الأمن وانا كل حاجة مش يوسف مصر فاصل ونكمل الكلام طيب أهلا بحضراتكم معنا لسه مع بعض طبعا في التأسعة ولسه بنتكلم بالمناسبة على الاحتفالية بتاعت النهار دا كانت الاحتفالية فعلا مهمة جدا ورائعة جدا 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 تعاوا نتكلم شوية على التكريمات اللي قدمها رئيس الجمهورية في عيد الشرطة وانا قلت لكم من أكتر الحاجات اللي كانت أسعدتني قوي النهار دا انه فنانة نجمنا الكبير العظيم رحمة الله عليه أستاذ صلاح ذو الفقار كان من ضمن المكرمين النهار دا باعتباره واحد من أبطال عيد الشرطة التاريخي اللي هي ملاحم الشرطة 51-52 ودكتور مونة ذو الفقار النهار دا كانت هي اللي بتستلم هذا التكريم فأنا برضو سعدت جدا انها شفتها النهار دا انا مش فتناش من زمان زي حضرتك يا دكتور أهلا وسهلا أهلا وسهلا أهلا وسهلا اهلا وسهلا كنت يا دكتور متوقعة انه الوالد النهار دا هيكرم في عيد الشرطة بعد واحد وسبعين سنة لأ طبعا قبل السنة دي ما كنت ش متوقعة لانه الوقت سات من زمان وكت فاكرة يعني انه لو كان حصل ساكرين كان يبقى حصل من مدة الحقيقة ما كنتش متوقعة لكن كانت مفاجأة سعيدة جدا وكت فخورة جدا لانه السنة دي وزارة الداخلية يعني قررت توسق قصص البطولات وتكرم كل الابطال في كل المراحل لانها اولا قصص جميلة بتقدم نماذج لابطال في علم ضحوا بحياتهم وكانوا مثال للوطنية والتضحية واللوساء وفي نفس الوقت لما الدولة كرمهم ورئيسي كرمهم ده بيدي ايضا مثل وتشجيع لكل الابطال من الاجيال التالية انها تصمم انها هي كمان تبقى صاحبة بطولات يعني فزي حاجة جميلة يعني كنت سعيدة جدا جدا ومتأثرة جدا ما اقدرش اقول لك والله كلنا يعني انا كان جزء من الحاجات اللي فكرت فيها اول ما لايه الاسم لسه وهم حتى كانوا الاخوة الفنانين هم بيجسدوا الملحمة على على الستيج او على المسرح فلفت انتباهي جدا واول فكرة جات في بالي بالزبط كده عيسى العوام يا ما جسد ادوار لما الريس قال بقى لازم الحاجات دي تتعمل دراما قلت وقان الاوان انه حد هيجسد عيسى العوام حد هيجسد شخصية الاستاذ سلاحظه الفقار في بطولته وفي ملحمته هو وزملاء الضباط من 71 سنة انا عايزة اقول لك انه طبعا دي تبقى حاجة جميلة جدا ويا ريت ينفذوها وانا اعتقد انهم يعني في الداخلية وفي سرق وثنانين ومواهب وكده بتتعاون معهم ممكن يعملوا حاجات جميلة جدا ويطلعوا قصص بقى قصص حقيقية تتقدم اللي عايزة اولولة كمان ان انا ما كنتش اعرف حاجة عن البطولات دي خالص لانه بابا ما كانش بيحكي عليها خالص يعني يعرف وكان اه اللي حكالي اللي حكالي هو اللي هو حسن الالفي لما جاي عزينا طبعا وزير الداخلية الاسبق هو اللي هو حسن الالفي وزير الداخلية وكان في دفعة الطلبة اللي بابا وستاذهم يعني في كلية الشرطة في سنة ستة وخمسين فهو قال لي بواكي اخدني انا وطمنتاشر طالب ولا سبعتاشر طالب من الدفعة وطلع بينا بإذن خاص على خط القناة عشان ننفذ عمليات تدائية في سنة ستة وخمسين ضد العضوان الثلاث ينهر وهو الحكالي يعني دي قصة برضو انا وقدت اعرفها وطبعا سألته بقى اما انا كنت فاكرة معركة الاسماعيلية وكده قال لي لا دي غردي يعني هو ايضا استطوع وطلع في معركة الاسماعيلية وكان دورهم في معركة الاسماعيلية كلهم كان عمليات فدائية وكان مين الفدائيين الشعب المصري اللي كان بيتعاون معهم هما كانوا بيخصطوا بيدوا خراية المخزن الزخيرة ويساعدوهم بكل الطرق وكان في تلاح رائع يعني قصة التلاحم دي هي قصة البطولة اللي لازم تتخلص اللي بين دباط الشرطة وبين الشعب المصري على خط القناة طب دكتور يعني اولا كده انا كسبت معلومة جديدة لان انا برضو ما كنتش اعرف انه الفنان الكبير صاحب الفقار كان ايضا له بطولات في 56 فازن ان احنا والمشاهدين كسبنا معلومة جديدة كمان يفضل لي حاجتين نفسي بجد اسأل عليهم واحد ايه اللي خلاه دخل السينما الحدوتة دي ايه والحاجة التانية وحقيقي بجد والله العظيم يعني حاطك عارف انا احبك واحترمك واقدرك قد ايه بس انا فعلا بحب الوالد جدا من اولا طفل عائل صغير قد كده يعني عائل صغير بشرط احبه قوي فطول عمر عايز اقولك صورش وازاي عايشة يظهر بقى عشان الافلام بتتعرض على كل القنوات وعلى الانترنت وكده فهو فضل موجود في زاكرة الناس وفضلة المحبة يعني انا لسه كنت قريب في حتة بقولهم يعني محاضرة كتير بروح في حتة كده فلاقيت بنات صغيرين داخلين يقولولي انتي فلانة بنت فلان قلت لهم اه فواحدة منهم قلت لي ده فت أحياني ونطع دينكم متحعية بصري بنتي انت شوفته فيه ده قلت لي في الأفلان طبعا طبعا هو فعلا فعلا الله يرحمه يا رب هو قريب زي ما بيت قال يعني احنا كنا نشوف فنان بديع وفي نفس الوقت عنده خفة ظل وعفوية وحضور طاغي طاغي جميل جميل دخل السينما ازاي انا النهر دا كنت فخورة او يا يوسف واول مرة احس ان انا ستكريم البضايا وان انا بنت البطل مش بنت الفنان اللي بياخد احسر اتعارف ممثل وفن منتج وافضل فيلم دول شفتهم كتير صحيح صحيح جدا ومؤثر جدا انا نهاردة كنت بنت البطل فحاجة يعني ما تتصورش احساسي كان ايه ما تتصورش ده يا بخت العيلة كلها بصراحة يا بخت العيلة يا بخت العيلة طب حاجة كمان في كلمات سريعة دارة ما بين دكتور مونة وما بين فخامة الرئيس كانت ايه والله كلها كلام تشجيع ومجاملة لطيفة وكده يعني بتبقى دايما هو ريش دايما كده يعني كل الناس اللي بيكرمهم او بيبقى يعني بيطيب خطرهم ويشجعهم ويشكرهم وبيبقى في منتهى التواضع والكرم فهو بيبقى كلام كده عفو يطالع كلام جميل والواحد بيبقى مش عارك يقول ايه فبيقول برده كلام زيه شكر وكده وكلام جميل برده يعني هو كده بيبقى طبيعة الموقف مؤثر وهو على الحقيقة دايما بيبقى لطيف جدا وكريم جدا ومشاجع جدا صحيح النهاردة شوف قصة الشهداء وقصة طبعا طبعا احنا في قصة اننا يعني لازم دايما نفتكر ان احنا سعلا في يعني وصلنا اخيرا انه بقى في انه قادرين على الارهاب زي ما علمنا النهاردة وقاول مرة هيروح العيش شوف من من عشر سنين صحيح صحيح اه فيعني احنا مش حسين بالمعارج دي والتضحيات دي كما يجب يعني طبعا كنا بنسقطع لما حد من أولادنا يضرب ولا يموت وبنحزن وكده بس يعني اخذت سنين طويلة عشان سينة تندفه عشان الارهاب يتوقف يعني صحيح تضحيات وثنين وكده وده حاجة برضو كان من الأخبار الجميلة جدا جدا اللي قاله لنا النهاردة انه خلق يعني اخيرا قال تقريبا ايه حاجة تصليف المية تصليف قال لنا مية في المية او يعني اعتبروها مية في المية لان هي الفروق بسيطة جدا ف ده خبر سعيد طبعا ده خبر عظيم عظيم فيعني برضو دي بص بقى المجهود اللي تبازل من ولادنا ومن ابطالنا من التضحيات اللي تقدمت كانت كتير كتير وغالية يعني دكتور مونة انا بشكر حضرتك واوهان نيكي مرة تانية ويا بختنى بحضرتك ويا بختنى من قساء الصلاح مما لا شك فيه والله العظيم فوأتمنى ان احنا نشوف حضرتك قريب جدا بإذن الله كل الشكر لحضرتك يا فندم شكرا لحضرتك يا فندم كل الشكر لدكتور مونة الفقار طبعا غني عن التعريف وطبعا غني ايضا عن التعريف انها ابنة فنان عظيم وكبير وبديع ورائع ضابط الشرطة الراحل رحمة الله عليه لأستيسة صلاحة الفقار خلوني هستأذنكم هنروح لمقتطف صوتي اخر وفي هذا المقتطف الرئيس اتكلم على تطورات المشهد الدولي من الكورونا مرورا بالازمة الروسية الاوكرانية وصولا الى انعكاسات ده على العالم كله كويس طيب الرئيس اتكلم على هذه الازمة وتداعيتها وتحليل كان مختصرا لهذه الازمة لكن كمان ازاي هنقدر نواجه الازمة وهو الامر شديد الاهمية اسمع شوف وهنرجع نكمل الكلام ان تطورات المشهد الدولي خلال الاعوام القليلة الماضية حملت للعالم باسره ونحن جزء منه احداثا غاية في التعقيد بدأت بجائحة كورونا ثم الازمة الروسية للاوكرانية وهي تطورات لم تحدث منذ عقود وباتت تنزل بتغييرات كبيرة على المستوى الجيوسياسي والاقتصادي الدوليين هذه حقائق انعكست بشكل سلبي على الغالبية العظمى من دول العالم وفي مصر كان شاغلنا الشاغل منذ البداية هو كيفية تخفيف آثار الأزمات العالمية على الداخل المصري وكان التوجيهات المستمرة للحكومة هي تحمل الجزء الأكبر من أعباء وتكاليف الأزمة وعدم تحميلها للمواطنين بقس ما تستطيعه قدرتنا طيب اظن احنا سمعنا الكلام بتاع الرئيس دلوقتي سمعناه يمكن كمان لما كان بتتعرض الاحتفالية بالكامل على شاشات التلفزيون وبشخصي المتواضع انا والحاضرين الكرام سمعناه يمكن الصبحية ولازم تقعد تفكر حبتين وكل القصة كل اللي مطلوب مش بقولك اجتهد المنطق بس يعني حتى الرئيس قال ولن أسمي دولا بعينها لكن ده احنا بنتكلم على واحد من أكبر اقتصادات العالم عنده أزمة خد بالك بقى واحد من أكبر اقتصادات العالم جوجل سهل اكتب الأزمة على جوجل هيطلع لك القصة ايه عنده أزمة في الوفاء بالدين الحكومي ده مش بس كده لو هذه الدولة أو هذا الاقتصاد لم يوفي هذه الديون ده هيؤدي تبقى برضو للتقارير الدولية المتخصصة إلى المزيد من الصعوبات في الأزمة الاقتصادية الدولية لأنه هيبقى لها انعكاسات برضو على العالم يعني هذه الدولة باقتصادها الضخم المهول لو موفتش بالمديونية الحكومية بتاعتها هتبقى فيه مصيبة فوق المصيبة السؤال مين اللي بيزرع في دماغ لا هي مش مين ليه تسمح لحد بجد يزرع في دماغك أنه أصل الأزمة داخلية أزمة إلي داخلية فاصل وهنكمل الكلام بسهنروح له لقاءنا الأسبوعي الرائع مع فضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريمة وأستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر استنونا بعد إذنكم عندي ابني متجوز ومعه ولد وبنت فصارت مشاكل ديما تصير مشاكل بينهم هما الاتنين ودايما عليها اتطلقت بإطالق عليها اتطلقت بإطالق منهم واحد متأكدة منه اللي يوم قال لها لو طلعت من الباب تبقي إطالق وطلعت فاليمينات دي متكررة تقريبا 10-12 يمين هل دول ينفع تردد دوله تاني ولا خلاص هل السماء الأسماء والوان ويرتفضل عليها بالإجابة نسبة للمراس هل ممكن للأب أن يوهب لابن دون يعني لوحده حاجة من المراس من غير ما يدي لإخواتي وزيهم بالضبط كنت حابة سأل فضلت الشيخ أنا على طول شغلي في الشارع طول النهار فبضطرج مع الظهر والعصر غزب عني ما بلقيش ما كان أصلي فيه فهل دا علي اسم أو زنب ولا إيه كنتني ندرت شيء وعاوز أوفي الندر فبدي أعرف الندر ما كونكش في استطاعتي فكان عندي يعني ظروف فما قدرتش فأبيع الحاجة لأني كنت ندرها ولا أكمل الندر بالضبط يعني أنا كنت في ظروف زنجة يعني فعاوز أعرف أشوف الندر دوت يعني نفس الندر لأني أدرته أعمله ولا أصرف نفسه وبعد كده أعمله بعدين بالنسبة للإفطار يومنا في رمضان سواء بعزف إن كان مريض أو إذا كان عمدا أو نتيجة مشقة في العمد حكم إيه وكيفية القضاء ما هو الفرق بين الخلع والطلاق أسأل على الميراث الرجل اللي ليه بنات المفروض أن بناته لهم جزء من الميراث اللي هو النص بقية الميراث المفروض أنه هو بيرسه ولاد إخواته السبيان طب هل لو ليه أخت تمنع ميراثهم ولا لأ سؤال المواريس ده سؤال مهم بالمناسبة برضو بتعلينا تطلق ده ها ده برضو مهم عادينا ولا أنا مركزين جدا مع كل الحاجات خلوني طيب أرحب بضفنا لا أضفنا مين ورحب بمولانا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريم وأستاذ الفقه المقرن بجامعة الأزهر ونسضيف طبعا ولا حاجة ده هنا قبلية اكرمكم الله يا سيدي أساك يا مولان نحمد الله عز وجل كونه تمام الحمد لله بخير ولله المنة والفضل طيب تعالى نبدأ بأول سؤال خلال المشاكل دائما ما يقول ابني لزوجته انت طالق وقال هلها أكتر من 13 مرة أو عليها آه وقال هلها أكتر من 13 مرة خلي بالك أنهن اللي بتتكلم مين أم الولد متضايق عشان خطر مرات ابنها هل يقع هذا التلق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل تلك حدود الله فلا تعتدوها أيوة والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله ورضي الله تبارك وتعالى عن آله وصحبه وأزواجه ومن ولاه وبعد أولا في خلط للأسف في المجتمع ما بين صيغ إيقاع الطلاق وبين الحالف بالطلاق طب صيغ إيقاع الطلاق فإن عزموا الطلاق يبقى لابد من النية ولابد من إحدى صيغ ثلاث الطلاق أو الفراق أو السراح وأن يقول لها أنت وتكون العصم موجود أما ما درج عليه المصريون وأهل المنطقة في الآونة الأخيرة اللي هي علي الطلاق علي الطلاق ده اسمه حالف وليس إيقاعا للطلاق ولذلك قال الإمام علي رضي الله عنه علي الطلاق لا يقع لأنه إما أنه يحض نفسه على فعل شيء وإما أنه يريد أن يمنع نفسه من شيء ولذلك قال الإمام الشيخ الولي الصالح سيدنا أحمد الدردير عليه رضوان الله من أواخر وخواتيم الفقه المالك هو مصري من عندك من أسيط على فكرة أحسن نيل قال سيدي أحمد الدردير عليه رضوان الله والذي عليه أهل مصر أنهم يقسمون يعني يحلفون بالطلاق يريدون اليمين بالله فيجرى عليهم كاليمين فإن بر بيمينه فلا شيء يلزم وإن حانس في يمينه كفر عن يمينه فهنا الحلف بالطلاق اللي صيغت علي الطلاق لا تقع شرعا طب هل ده يعدي يمين لغه لا هو حضرتك للأسف يعني فيها استهانة بالشرع لأنه وضع لفظا في غير موضع الله يفتع عليك طيب السؤال اللي بعده ألبس نظارة السن المتقدم هل يمكن للأب أن يوهب لأحد أولاده يوهب بعينها دون إخوتك؟ نرجع إلى صلاح البخاري حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال أعطاني أبي يعني هبا فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قلت أريد أن أشهدك عليها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعطيت سائر ولدك مثل هذا إن الولد يشمل الزكور والإناس قال لا قال فاتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم وفي رواية إني لا أشهد على جور وفي رواية أشهد عليها غيري فمن هنا قال العلماء تجب التسوية بين الأولاد ذكورا وإناسا في الهبا يعني لكن بعض الشراح في الفقه الحنبالي بالذات قال إلا إذا وجد مسوغ شرعي يعني كأن يكون أب عنده ولد معوق أو من زو الهمم ويريد أنه يهب في حياته شيئا ليؤمن أغزم بالأسباب مستقبلها أو زحمية أو العكس كأن يكون عنده ولد مبذر ومصرف ويتلف المال في غير موضعه يصرفه فيما حرم الله عز وجل فبيعطي المال الذي تعب فيه هذا الأب بيعطيه لأولادي لكن نرجع للأصل اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم حتى لا يتكون حزازات نفسية بين الأولاد إلا إذا كما قلنا تقليدا أو اتباعا للمذهب الحنبالي إلا إذا وجد مسوغ شرعي طيب أنا هكمل في الموريس بالسؤال الأخير عشان أبقى خطاعة مع بعض ميراث رجل توفى سينال أولاد إخوته لكن هل بقى لو هذا الرجل له أخت تمنع ميراث أولاد الإخوة؟ لا 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 إطلاق الأخت هنا تبقى من أصحاب الفروض على حسب وضعها أي أنا أتأخذ النصف فقط والبقى يذهب إلى أولاد الأخ بالتعصيب آه ماشي نعم طيب أضطر للجمع بين العصر والظهر لظروف عملي في الشارع هل يجوز؟ نعم يا سيدي الرسول على السلام جمع لغير حاجة وجمع أيضا في الليلة المطيرة وفي الليلة الشاتية اللي هو بنسميه الوقت المشترك آه يعني يجوز للإنسان لظروف معينة آه أنه يجمع بين الظهر والعصر إما أن يصل العصر في وقت الظهر يعني بعد الظهر يبدأ جمع تقديم وإما أن يؤخر الظهر إلى وقت العصر يبدأ جمع تأخير مع الإتمام للمقيم الحاضر حيل مش هيقصر ما يقصرش لا هيصل الظهر أربع ركعات والعصر أربع ركعات وكذلك في المغرب والعشاء حل سيصل المغرب سلاسة ركعات ويقيم الصلاة ويصل العشاء أربع ركعات يبدأ جمع تقديم لأنه صلى العشاء في وقت المغرب أو العكس أو أنه يؤخر المغرب إلى وقت العشاء يبقى جمع تأخير مع الإتمام حيل لأنه غير مسافر طيب استأذلك المولانا واستأذلك المشاهدين في أن احنا هنطلع فاصل نرجع نكمل كلامنا مع فضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريمة واستمرتك المقارن بجامعة الأزهر استنونا يا أهلا 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 خلونا نجدد ترحيب بفضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارنة بجامعة الأزهر وهروح على السؤال التالي عدم الوفاء بالندر لتغيير الظروف ما حكمه؟ بسم الله الرحمن الرحيم أولا الأصل أن يفي الإنسان بالنذر صح الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم مدح يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرة وأيضا دي في صورة الإنسان وفي صورة الحج يوفو نذورهم قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطع الله فليطعه ومن نظر أن يعصي الله فلا يعصه الإنسان أولا أنا بنصح لا يقيد نفسه بما لا يقدر عليه في النذر ما يجيش كده في لحظة عطفية يقول أنا أصلي خمسين ركعة أنا هصم شهرين مثلا أنا هزكي مش حق لا بنقوله لا أنزر ما تستطيعه طيب نفرض عاجز بقى مثل السؤال قال الفقهاء يتحلل من الناس بكفارة يمين يعني إما طبعا ما فيش عدق رخب الآن فإما أن يطعم عشرة مساكين وإما أن يصوم ثلاثة أيام هذا في حق العاجز عن الوفاء بالنسبة إن كانت صحته أو إن كانت ماليته أي إن كان فيها مشكلة ولا حاجة يبقى يتحلل بكفارة يمين بكفارة يمين طيب طب الداخل يسأل سؤال باته طب وإيه هي أفضل النذور؟ لو وجدت يعني لو صح هذا السؤال ممكن يكون سؤال مش في محله لا أبدا السؤال في محله هو أفضل النذور تراعي الوقت المجتمع أو الناس تمر فيه الآن الناس في حاجة إلى التوسعة يعني يبقى الطعام يبقى الطعام أنك تطعم وده عمل إنساني يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرة إنما نطعمكم لوجه الله لا نورد منكم جزاء ولا سؤال نعم طيب هروح ليه هل صحيح أنا ديك ده بالنسبة لي هل صحيح أن ليلة القدر بداية شهر رجب ويكون الدعاء فيها مستجاب نحن نعرف أنه ليلة القدر في رمضان لا 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 ده كلام غير صحيح لأن أولا ليلة القدر لها صورة حتى معروفة إن أنزلناه في ليلة القدر وليلة القدر الرسول والسلام قال يلتمسوها في العشر الأخير من رمضان يبقى هنا فيه تحديد للزمان الكل اللي هو رمضان وفيه تحديد للأيام التي يأتي فيها اللي هي العشر الأخير ثم الرسول والسلام زاد الأمر تقريباً للمسلمين قال في الليالي الأوتار اه احدى وعشرين سلاسين وعشرين خمسين وعشرين سبع وعشرين تسعة وعشرين بالمناسبة شهر رجبه صح من الأشهر الحرم طبعاً يعني ذكر إجمالاً في الآية ستة وثلاثين من سورة التوبة إن عدة الشهور عند الله إثنى عشر شهراً في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة الحروم ذلك الدين والقيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم الرسول والسلام وضح هذا الإجمال قال رجب الذي ما بين جمادة وشعبان وزو القاعدة وزو الحد والمحرم زو القاعدة وزو الحد والمحرم ذو سلاس متواليات ولذلك يقال رجب الفرد فأنا يعني صراحة الأمانة العلمية تقتدع أن أقول لم يثبت خبر صحيح في عبادة بعينها في شهر رجب لا صيام ولا اعتكاف ولا قيام ولا زبائح قد يكون هذه الأشياء فعلت في الجاهلية قبل الإسلام لأن العرب كانت تعظمه ولذلك يقال رجب مضر كانت قبيلة عربية أشده تعظيما لشهر رجب لكن احنا بنقول جرى المصريون في فقههم على أن رجب فاتحة المواسم الإسلامية بيقربهم من رمضان لا بأس جرى المصريون في فقههم على الاحتفال بمعجزة الإسراء والمعراج في السابع والعشرين من رجب لا بأس إنما نخص بعبادة معينة لا لأن طبعا في قاعدة لابد أن ينتبه الناس إليها الزيادة في الدين مثل النقص من الدين هي جريمة واحدة فآه طبعا لما إنسان يجي يزيد في الدين كان مثل الذي ينقص من الدين لأن رساله السلام وضع أو جعل أو ترك لنا المحق البيضاء فإحنا نقف عند مورد النص لكن هو من يومنا اتطالع بفضل الله عز وجل إنه اليوم الاسنين كان غرة شهر رقب وطبعا وافق الاحتفال بقرب عيد الشرطة 25 يناير فأنا هنئهم بذلك وأيام كلها خير مباركة على مصر والرسالة السلام أثنى على الجيش المصري وعلى الشرطة المدنية إن خير أجناد الأرض لأنهم وأهلهم في رباط إلى يوم القيامة طب الأهل هنا دخلها إيه لأ؟ زوجة الرجبة من الفريق للمشير لللوى إلى الجندي هي بتقوم في أيام المنوبات وأيام حرسته في الحدود وكذا بالأعباء المعيشية للأولاد التعليم العاشة الرعاية فأنا ببشر أسر الجيش وأسر الشرطة المدنية الزوجة الأم والأخت إلى أخره لها نفس السواب لهذا المرابط والله إذا كان شرطة مدنية مرابط على الحدود الداخلية أو على الجبهة الداخلية أقصد على الجبهة الداخلية وإن كان من الجيش الباسل فهو مرابط على الحدود الخارجية وربنا سبحانه وتعالى ختم سورة أل عمران يا أيها الذين أمنوا صبروا وصابروا ورابطوا حرص الجبهة الداخلية رباط حراسة الحدود الخارجية لمصرنا العزيزة رباط والله تعالى جعل ذلك من الواجبات صبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون فربط أو جعل الفلاح سبب عن هذا الصحيح أنه طبعا الحمد لله رب العالمين الدولة بتكرم ولا تنسى أولادها وأبناءها أنا بس هنا أغتنم المناسبة وإحنا مع رئيس إنسان مش مجاملة أو نفاق أنت أعرف أنه لا أنافق أحد سيد الرئيس عفتاح السيسي أول من في الحكام المعاصرين يحتفل بزاوي الهمم وافتكر الناس اللي الناس نسيتهم يعني أنا كمواطن مصري أول مرة أسمع أسماء كانت في معركة إسماعيلية الباسلة يا رب يا يوسف به نعيش ونسمع تكريم ما بقى من أحفاد شهداء مصر في دين شوي منوفية مصر معطاقة ويريت هذا طبعا إن شاء الله ربنا يمدي سيد الرئيس بكل صحة وعفية إن شاء الله رب العالم أمين أمين نورتنا وشرفتنا وقفتنا كمجرة العادة مولانا كل الشكر لي كل الشكر لمولانا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريمة وأستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر والله يا مولانا ألهمني بأنه لازم 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 في بلاء يبقى عندنا شارع اسمه شارع حجاج الخضري يبقى شارع مهم من شارع بلاء كده حجاج الخضري ده كان قائد المقاومة المصرية الشعبية ضد الاحتلال الفرنسي قائد صورة الجعيدية اللي هي صورة القيارة التانية 1801 يا السلام دي تبقى عظيمة إن شاء الله أقول لكم إحدى لسه الكلام هيبقى كتير بس دهاردة سمعت جملة رائعة جدا في الاحتفالية اختاروا حياتهم تبقى مش طبيعية علشان حياتك تبقى طبيعية الله والله العظيم النهاردة في العرض قالوا كده عادت فكرت فيها ده بجد دخلوا كلية هتخلي حياته مش طبيعية هو وأسرته علشان احنا نعيش بشكل طبيعي وهادئ وآمن خلصت الحلقة ولو كلنا العمر نتقابل بكرة إن شاء الله وبرنامجكم التاسعة وهاهو كريم رمزي واقف قدامي مستني على أحر من الجمر ادخل يتيم